في منطقة ما جرم المجتمع الدولي تنظيمات مسلحة وأطلق حربا عالمية ضدها حتى أفناها ومعها أفنا وشرد مئات الآلاف من المدنيين وفي مناطق أخرى ترتكب جرائم بشعة على يد ميليشيات طائفية والمجتمع الدولي يكتفي بالانتقاد والوعيد لا تحالفات دولية أقيمت ولا طائرات أغارت اليمن مثال على استمرار الجرائم المتعددة الأشكال بتوقيع الذراع الإيراني الأبرز ميليشي الحوثي خطف وترويع وفرض أتوات واستباحة للمال والدماء في الجزء الذي تحتله من اليمن منذ عدة سنوات أحدث الجرائم وأشنعها على الإطلاق قنص طفلة صغيرة ذهبت لجلب المياه في تعز فعاجلها القناص الحوثي على مرأة ومسمع من العالم وبمعرفة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث الذي تجاهل هذه الجريمة أو ربما ليس في أولويات أجنداته تجريم ميليشي الحوثي وهو يأمل في رسم سلام تكون طرفه هذه الميليشي المجرمة تخاذل جريفث شكل صدمة للحكومة اليمنية الشرعية فانتقدت صمته على هذه الجريمة وأطلقت تصريحا على لسان وزير الإعلام عمر الإيرياني مفاده أن استمرار الصمت الدولي عن جرائم ميليشي الحوثي المدعومة إيرانيا وانتهاكاتها المتواصلة بحق اليمنيين وآخرها جريمة القنص الوحشي للطفل رويدة يعد ضوءا أخطر لاستمرار هذه الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني بشكل يومي إلى جانب قتل الأطفال يبرز ملف تجنيدهم القسري وعمليات غسيل أدمغتهم فضلا عن اتخاذ المناطق السكنية مقرات عسكرية وتحويل المدنيين إلى دروع بشرية حتى باتت المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين مستعمرات أمنية تصعب الحياة بها ومع ذلك لم يقدم المجتمع الدولي الذي وضع يده على ملف اليمن أن يتقدم تجاه تجريم هذه الميليشيات واتخاذ خطوات تنهي مسلسل الجرائم المستمرة ترجمة نانسي قنقر